سلاحان يجيد مصطفى الكاظم الضرب بهما في وجه الارهاب وفساد البيت السياسي لذا فان رصاصتين في يد الكاظم اراد لهما ان تستقر في جسد الارهاب والثانية في جسد لا دولة وما بينهما خط ثابت وعامل مشترك فان ضعف الامن على حدود الاراق ستضعف بنية العملية السياسية وتعود الى الوراء وهذا سر الزيارة التي اجراها القائد العام للقوات المسلحة الى القرى الحدودية المتاخمة للاراضي السورية ولقائه بالمواطنين اما الرسالة الوطنية المؤكدة فكانت الهدف الاساسي للزيارة التي اعلن فيها الكاظمي ان العراق واحد لا فرق بين مناطقه وهذا حق عراقي مقدس للمواطن والوطن ولا نسيان لمناطق بعيدة على الحدود تأكيد وتعهد بحماية ارض البلاد من اي محاولات ارهابية عبثية الكاظمي اكد ان الحكومة لا تفرق بين منطقة واخرى وان حقوق المواطن مقدسة والتأكيد على انشغال العقل الامني والسياسي في ايجاد حلول المشكلات كتلك التي في سنجار وعموم نينوى سواء في ظروف الامن او الحالة الجوية رسالة الطمأنة التي تعكس شجاعة الاجهزة الامنية اعلنها الكاظمي باستقرار الاوضاع في قرى العراق وقدرة القوات الامنية على مسك المعادلة بقوة لكن الرسالة اتبعت بحديث مباشر من الكاظمي الى السياسيين للاسراع في تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطن في كل اراضي البلاد لذا فان نجاح العملية السياسية هو نجاح لجهود البواسل على الحدود وفي كل بقعة من بقاع العراق